السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن بعض الظواهر الاجتماعية التي تظهر في مناسبة عاشراء وبيانوا موقف الشرع الحكيم منها تعلمون جميعا أن اليوم هو يوم عاشراء يوم معظم مكرم عند الله تعالى وهذا اليوم وقعت فيه أحداث كثيرة عبر التاريخ خلصتها أن الله تعالى ينصر عباده المظلومين ويحق الحق ويفتح أبواب الاستجابة للطالبين للخير وللذين يمدون أياديهم للإحسان ربنا عز وجل يفتح أبواب الخير في هذا اليوم المبارك السعيد حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى صيامه لما سمع بأن اليهود يصومون هذا اليوم المبارك وأخبر بأن هذا اليوم أنجى فيه الله تعالى موسى عليه السلام من كيد فرعون وفي هذا اليوم رست سفينة نوح عليه السلام عند الجودي ووقعت أحداث كثيرة عظيمة للأنبياء والمرسلين يصومه أهل الأديان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه وقال بأنه أحتسب على الله أن يغفر به السنة الماضية هذا هو التابت في الشرع الإسلامي لكن عادة هناك ضواهر اجتماعية تظهر في هذه المناسبة نشير إلى بعضها أولا زيارة المقابر في هذا اليوم هناك اعتقاد شعبي سائد بين الناس مفاده أن الأرواح تعود إلى الأجساد في هذا اليوم وأن الناس يستشعرون بأن هناك تواصل كبير بين الموت والأحياء طبعا هذا كلام يحتاج إلى دليل فعلا زيارة المقابر هي مطلوبة في كل وقت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأول كان قد نهان عن زيارة المقابر لماذا؟ لأن في الجاهلية كان الناس يأتون إلى هذا العالم عالم الأموات ويحدثون الكثير من التصرفات كالبكاء والنحيب وشق الجيوب واختلاط الرجال بالنساء والفوضى والصوت المرتفع يزعجون به مملكة الأموات هذه الظواهر كانت في الجاهلية نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها عن زيارة المقابر لكن لما دخل الإسلام إلى قلوب الناس ولما استقاموا على الطريقة أندك سيدنا النبي نسح هذا الحكم وقال صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة المقابر الآن فزوروها فإنها تذكر الآخرة فكان الصحابة رضي الله عنهم رجال ونساء يزورون المقابر ولكن يتأدبون في الزيارة كانوا إذا جاءوا إلى هذه المقابر يلبسون لباسا محتشما رجال ونساء وإذا دخلوا وقفوا عند الباب وقالوا سلام عليكم أهل قوم مؤمنين أنتم الصابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون ثم يأخذون بعض الطعام أو المال معهم يستحبونه معهم ليتصدقوا به على الفقراء والمساكين هذا كان أيام زمان لكن فيما بعد نلاحظ بأن بعض الناس بدأوا ربما يعودون إلى بعض التصرفات والسلوكات التي كانت قديما فعادة في عشراء نجد بأن هناك اكتضاض في المقابر والناس يأتون رجال ونساء وبلباس ربما مثير للانتباه وتغيب حالة الخشوع وحالة التأثر بالموت ويكون هناك مثل الموسم في هناك متسولون وباع وضجيج وصخب وهذا كله لا يليق حقا الزيارة المقابر لها أجر وثواب عظيم وفي بعض الروايات أن الميت يستعنس بزيارة أهله يستعنس بهم لكن ليس من الضروري أن يكون الزيارة في عشراء ويقع مثل هذا الصخب والضجيج في إزعج فالصدقة تصل إلى الميت ولو من بعيد ما ينفع الميت ماذا؟ ينفعه الصدقة وينفعه الدعاء والدعاء والصدقة ممكن أن تؤديهما وأنت في بيتك وأنت في بلدة أخرى بعيدة تصل إلى الميت بإذن الله تعالى أما الزيارة فهي تنفع الأحياء لأن الحي لما يدب إلى الزيارة الميت يستشعر بأن هؤلاء الناس كانوا معه والآن ساروا تحت التراب وسيأتي دورنا نحن أيضا فنتأثر ونشعر برغبة في الاستقامة والإيمان فالذي يستفيد من الزيارة هو الحي ليس الميت أما الميت ما ينفعه الصدقات والدعوات فنسأل الله تعالى في هذا اليوم المبارك وهذا يوم جمعة وفق يوم عشرة نسأل الله تعالى أن يرحم أموتنا وأموت المسلمين أجمعين وأن يسكنهم فسيح الجنات وأن يجعلهم في أعلى عليين مع الأنبياء والمرسلين ومع الأخيار والأبرار اللهم آمين أيضا أيها الأحباب الكرام من الظواهر التي تنتشر في عشرة ظاهرة تعاطي الشعودة والسحر فالليلة للعشرة كلك يسميها ليلة الشعالة كلك يسميها ليلة المجامر ليلة كذا وكذا إحالة إلى الازدهار السحر والشعودة وفي هذا المناسبة كالقوب عب الناس غفر الله لنا ولهم مما لا يؤمن بالقدر ولا يؤمن بالإيمان يتعاطون إلى الأعمال السحرية إما بتسخير الجن وإما بالتواصل مع الكواكب والنجوم والأفلاك وإما باستحضار الأرواح طرق كثيرة ومتعددة للشعودة غايتها أنهم يقضون بعض الحوائج إما جلب الحبيب يسمونه جلب الحبيب إنسان يريد أن يتزوج مع مرأة أو مرأة مع رجل ولكن الأمر مستحل بالنسبة إليها تذهب عند المشعود أو المشعودات فيعمل لها عملا يسمى جلب الحبيب أنه حيثم كنتم يأتي بكم الله تعالى كين هناك التفريق ليسترنويستركم من الأزواج وهو كثير جدا حتى نسبة الطلاق المنتشرة في محاكمنا ليس سببها دائما السراعات المادية أو اختلاف الطبائع أو مشاكل الخينة الزوجية في جانب كبير منها هو علاقة بالشعودة ناس يتعاطون للشعودة فيفرقون ما بين المرء وزوجه كما قال الله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه الكثير من حل الطلاق سببها هذه الأعمال الشيطانية كتجعل الرجل أنه تبدو له المرأة صورة سوداء ورائحة وكرهنتنا ولا يتحملها أو العكس المرأة يبدو لها الزوج بأنه منفر وأن سلوكه لا يطاق أو العائلة كلها تبدو فيها مشاكل واتبادل أتهم ولما تحقق قضائيا وواقعيا وعلميا لا تجد أسباب معقولة منطقية بقدر ما هي أسباب سحرية فإما هناك جلب الحبيب وإما هناك التفريق بين الأزواج وهناك الليسترنوستركم ما يسمى بالثقاف يستعملونه في هذه المناسبة للمناسبة أن الإنسان ملقت عنده رغبة في المعاشرة الزوجية ثقاف ما يقدر يتزوج ولكن متزوج لا يستطيع أن يعيش حياة طبيعية والغاية للإضرار أو الانتقام هناك من يريد أن ينتقم من آخر فيقوم له بهذه الأعمال والله يسترنوستركم الثقاف مشغل في الزوج في التجارة هنا المنافسة الغير الشريفة فيعمل له الثقاف في تجارته في محل تجاري أو في أرض فلاحية أو أرض زراعية أو مقاولة فالناس يبيعون ويشترون وهو هكذا لا يبيع ولا يشتري كتلقى الناس عندهم ممتلكات وهم فقراء كالناس اللي عندهم أراضي وعقارات تساوي الملايين مئات الملايين وهم فقراء ما كيلقاوش حتى عشانيلا والسبب هو أن ذلك الممتلكات اللي عندهم متقفة ما كاتباع ما كاتشرا فغير الضرائب كتلقى ديما عندهم خسارات وكيل الله يسترنوستركم أخطروا هذا ما يسمى بالتوكال أن في عشرة كيستعملوا أطعيمة كيستعملوا معها بعض الأعشاب أو بعض بقايا الحيوانات بحل الفأر والضبوع وغيرها وهذه كلها تؤدي الله يسترنوستركم إلى بعض الأمراض ما كتعوش السحر كتعوش توكال سم قاتل لكي تعطل هات السحر والشعودة الله يسترنوستركم جميعا هدرها من باب الكفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن أكبر الكبائر وقال أشركوا بالله وقتلوا النفس وذكر من بينها السحر اللي كتعطى السحر ولي كتعطى الشعودة وكتعر به الآخرين خسر دينه وخسر دنياه وعدد كبير دل هات الناس اللي يسترنوستركم حياتهم كتعود عذاب أليم وآخر حياتهم خواتيم وهم كتكون سيئة فلهذا الإنسان إلا كانت تورط شمرة خصوصا كالقف بعض الشركات في بعض الإدارات حتى السحر بين الموظفين والموظفات كتلقى منافسة غير الشريفة تريد أن تزيح فلان من كرسي المسؤولية كتمشي عن المشعود كيستعليك واحد الغبار معين كيدروا على الكرسي فلان ما كيبقاش يجلس ديك الكرسي يلا كيجلس كيجي الصوضاع ديك الدماغ كيجي نبطة القلب كيجي الواقع لأن مريض كيبقاش يعد الأطباء ليوم طباب ديك القلب غضط طباب ديك الطرسي و بعد غضط طباب ديك المفاصل وورا عنده عمل سحري وكاحتك يخلي دك المكان هذا كله اللي يسترنوستركم هذا كفر واللي تعامل به ضيع دينه وضيع دنياه واللي كان سوله إبنس هذا العمل فليتوب ليتوب إلى الله تعالى وليستغفر لأن في عشراء في التوبة التوبة إلى الله تعالى وربي يغفر لمن نتاب صادقا واللي بغي توقع من هؤلاء دائما يكون متوكل على الله اللي عنده من أسباب الوقاية أن الإنسان يكون متوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه لك تتوكل الله تعالى خصمك يحتار فيك دائما توكل على الله الذي لا حي الذي لا يموت وردد كلمة لا إله إلا الله وكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله حتى ولو كنت مسحورا لا حول ولا قوة إلا بالله معناها لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة دافعة من الله وبشر ربي يحفظك من السحر والشعودة احفظ دينك دائما احفظ دينك ورأس مالك رقم واحد في ممتلكاتك ورأس مالك هو دينك أولا وفي الحديث من حفظ دينه حفظه الله تعالى احفظ الله يحفظك كما جاء في الحديثة ابن عباس احفظ الله يحفظك والله خير الحافظ الإنسان منك يحفظ الدين ديانو ربنا يحفظه من كل سو ما تضر التحج نهائيا ثم الإنسان يواضب على الصلاوة الخمس لأن الوضوء والصلاوة الخمس هي وقاية وهي رقية مباركة وخصوصا سنة الفجر مع الجماعة فيها وحدة باركة عظيمة لك يصلي الفجر مع الجماعة فهو في ذمة الله وفي حفظ الله ورعاية الله ثم لا ننسى الصدقات على الفقراء والمساكين والمحتاجين نعطيها بدون من ولا أدى نعطيها بنفس طيبة هذه في حماية كبيرة لنا من الأعمال الشعودة للأسف حتى في عصر التكنولوجيا وعصر التقدم ازدهرت مثل هذه الظواهر وخصوصا في عشورة كتكسر هذه الظواهر نسأل الله السلام والعافية أيضا من الظواهر الاجتماعية اللي كتظهر في عشورة هو ما رأيناه من ما يسمى بالشعالة الناس كي شعلوا الشعالة وكي يدروا طقوس معينة هذه من علامات الحدث الذي وقع حزين في تاريخ الإسلام في الستين من العصر بعد وفاة النبي الكريم 64 هجرية وقعت وفاة سيدنا الحسين مقتل سيدنا الحسين عليه السلام بسبب سرع سياسي ما بين الأمويين وبعضا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سرع سياسي على السلطة من يحكم ومن هو أحق بها والفاضل والمفضول وانتهت بمقتل سيدنا الحسين عليه السلام صبت النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا نقطة تحول في التاريخ السياسي الإسلامي فصارت عندنا كتلتين أهل السنة والجماعة هي الكتلة الكبيرة وكتلتان هي أخرى هي ما يسمى بالشيعة وبدأ مفهوم التشيع بدأ يتبلور ويأخذ أبعاد مختلفة عبر الأزمنة التاريخية إلى أن وصل إلى حالته الآن وكان من أسبابه أن شيعة آل البيت يحزنون فأضرموا النيران وبكوا وحزنوا أما أتباع معاوية أن الفئة الجماعة فقد فارحوا وساعدوا وجابوا الفاكياء وجابوا الطعام والنساء خرجنا يدربنا بالدفوف والغربال يغنين وكأنه فرح وكأنه هم قد نزح هذا الظواهر كانت أيام زمان لكن هي كتجي في عصرنا هذا كتظهر مرة مرة وخصوصا أن المغرب كان في واحد تواجد شيعي في التاريخ القديم لكن ليس بالمفهوم السياسي كان تشيع المغرب هو حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقت هذه الظواهر كدروا بعض الشباب والنساء وكأنهم يطلبن الحرية لأن سيدنا الحسين عليه السلام كان نموذج للإمام الثائر المتمرد الذي لا يرضى بالذل ولا يرضى بالهوان ويطالب بالحقوق ويستعمل القوة في انتزاع الحقوق هذا المبدأ بدأ ينتشر عند بعض الشباب حتى بعض النساء كالقوا بعض النساء اللي كيكونوا محكومات وكيكونوا دائما مضغوطات في عشراء يخرجنا ويدربنا بالدفوف وبالتعارج وكيقولوا باب عشر ما علينا أحكام ملالا يعني أننا الأحكام الجائرة والظالمة نحن نتجاوزها هي مناسبة تحيلنا إلى السراع بين الحق والباطل بين الظلم والعدل بين الخير والشر تتجسد ثم كالقواح الظاهرة عجيبة ابتكرها لا نقول ابتدعها وإنما ابتكرها بعض الصلحة وهي طريقة ما يسمى بزمزم يعني بعد عشراء النهر الأول نهر الثاني كتسمى يوم زمزم لهو رش الماء رش الماء على الناس ما معنى يعني يقولوا عفا الله عما سلف يعني أن هذه الصراعات اللوقعات هي الصراعات على الدنيا صراعات على كراسي الحكم والكل مات مات الحاكم والمحكوم ومن مع هذا ومع البقاء لله وحده لا شريك له والنصغر غلطين يعني الحكم ما مدته قصر جدا الدنيا كلها مثل فصل الربيع سرعان ما تزول والأعمار بيد الله قصرة جدا والعقلاء من عملوا لماما بعد الحياة الأخرى بعد الانتقال من عالم الملك إلى عالم الملكوت الفسيح الخالد الأبدي فهذا الصالحون كي حاولوا ما أمكن يهدنوا الغضب دي الناس وكيرشوا عليهم الماء وكيسموا هذا ماء زمزم طبعا هو ماء عادي لكن كي يقولوا ماء زمزم لماذا لأن ماء زمزم هو ماء ينبع من الجنة ولماء شرب له وكان يقال في الدعاء اللهم اجعلوا شفاءا من كل داء وسقم نسألك علما نافع ورزقا واسع ولسانا ذاكرة وشفاءا من كل داء وسقم عند شرب ماء زمزم فيه البركة فالناس يتبرقوا بهذا الماء وكيقولوا لأي ماء آخر هو ماء زمزم يرشون به على المرة في الطرقات الماء لا يؤدي ماء طيب مع الحرارة ربما منعش كل غاية منه هو أننا من تقلقوش وأننا نحاول لا نغضب وأننا نتجاوز لأخطاء لوقات في التاريخ ولا نشجرها احنا أولد اليوم نعيش الحمد لله متسامحين نعيش متحابين ونعيش متألفين هذه الفلسفة دي الماء زمزم والتسامح وإحنا ما أحوجنا ما أحوجنا أيها الأحباب الكرام إلى قيمة التسامح في عصرنا مع عشراء إحنا محتاجين إلى السنة النبوية الطاهرة المطهرة أن عشراء فيه يوم للاعتبار لما يقع في التاريخ أحداث وقعت كثيرة وكان فيها الصراع بين الحق والباطل والخير والشر وهنيئا لأهل الحق أفضوا إلى رحمة الله سوف يجزم خير الجزاء وأهل الباطل أمرهم إلى الله إن شاء عدبهم وإن شاء غفر لهم فهذه أحداث كثيرة نصوم وذلك اليوم نكثر فيهم من ذكر الله وجميل هذا الاختراع لوضعه الناس دي التسامح في هذا دك ماء زمزم للأسف كالقعوا بعد شباب اللي هو غافل عوض أن يرمي بماء زمزم أقول لك يرمي بالطماطم أو بالبيض أيام زمن ده ما مبقاش الناس كيرمون بالبيض والطماطم لغلاء الأسعار نساء مالقمية كل أما بقناقلوا واحد سنوات من قبل كان الخير موجود كانوا الناس يترمون ويتراشقون بالطماطم والبيض وكيرموا الفتيات والنساء وكتعد فوضى وهذا كله خارج عن النطاق نحن نبغينا دائما أيها الأحباب الكرام نرجع إلى الدين الصحيح إلى الإسلام الصحيح ما هو الإسلام الصحيح في عشراء أننا نربط قلوبنا بالله تعالى ونحسن التوكل عليه ونعتبر بالأحداث التي وقعت في التاريخ وأننا نصوم لله تعالى شكرا على أن الله تعالى أنجى الصالحين وأنجى المؤمنين وأغرق الظالمين نشكره على فعل هذا الخير ونلتمس منه الرحمة لأن الله يغفر يتجلب المغفرة في هذا اليوم المعظم يغفر السنة الماضية تصور عام كل للسيئات إذا صمت هذا اليوم بصدق ويقين وإخلاص يغفر لك الله سنة ماضية كله يمسح الدنوب والمعاصي والسيئات ثم تكون الناس يقعون الزكوات والصدقات في هذا العواشر تكون تضامون تكون تكافول تكون محبة تكون مودة بين الناس ثم التسامح التسامح قيمة كبيرة نقولها لماذا لأن المجتمع دينا للأسف شديد كالقوا بعض الأوساط يعني كالصراع بين العائلات صراع ما بين الأسار صراع ما بين الأزواج والصراع رغم شي أسبابه مادية مشي دايما غلاء الأسعار مشي الحياة يقعد إلى غادي سريع مشي هو سببه عدم التسامح والتسامح هو قيمة قلبية أن الإنسان يحول ما أمكن يجعل قلبه كبير يجعل قلبك كبير اللي بغي يكون قلبه كبير دائما يكتر من السجود أو سجود واقترب على قدر ما سجدت لله بخشوع الله تعالى يعطيك صدرك متسع ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ملكة تسامح ما كتخسرش مشي دل ولا هوان مشي كما يقول الفرنسيون تخوبون تخوكون أبدا لا تخوبون غا تقعد ما تخوبون دير مزيان لكن لله خالص لله أشكي يعطيك الله تعالى يعطيك الله القوة يعطيك الله الربح قيمة الربح هكذا جاء في الآية ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك نسأل الله تعالى أن يلهمنا وإياكم الصواب وأن يزوقنا التسامح فيما بيننا كنقول أي واحد باش نقضيه عطلة صيفية سعيدة ونقضيه أيام جميلة اللي عنده شي غضب أو شي حقد على غيره زوجة على زوجها إخوة على أخوتهم أبناء العمومة الجيران أصدقاء زملاء العمل نقولوا عفى الله عما سلف ونعتبر صدق لله سأتصدق بعرضي وغنطوا من الله تعالى المدد والتعويد أخذوا التعويد من الله الاحتساب إلى الله تعالى وسوف ترون السعادة الجميلة لأن الذي يحمل الأحقاد في صدره إنما يحمل حقيبة أحزانه في نفسه عندك حقيبة أحزان وأحقاد تحملها معك دوما كتنعس بها وتفق بها وتأكل بها وغتصافر بها وترجع بها وتحضرها في الأعراس عمرك ما تشعر بالسعادة لماذا؟ لأنك تحمل في صدرك حقيبة الأحزان والأحقاد ارميها تخلص من حقيبة الأحزان والأحقاد وقل عافى الله عما سلف وسوف ترى الفرحة والسرور والبهجة والحبور نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا للإيمان ويرزقنا الصلاح والفلاح والبركة والتيسير ويديم المحبة والمودة بين الجميع وينزع من الصدور حد الشيطان ويملأها بحب الرحمن اللهم آمين اللهم آمين يا أكرم الأكرمين عدنا إليكم أيها الأحباب الكرام لنواصل هذا اللقاء المبارك ويسعدنا أن نستقبل مكالماتكم ونبدأ أول مكالمة من إقليم القنيطرة مع نالا لحيات وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وعواش المبروكة لك ومستقبلة البرنامج والمسلمين والمسلمات جميعا وكنشكرك على البرامج ديالك للميد راديو وكنشكر ميد راديو كلها وشكرا لك يا الشي قريبان أنا بغيت نفتحمها في الموضوع ديالي أنا اليوم ما قدرش نمشي الروضة أرحم على الوليدة ديالي غير حمع لا رحمها ما قدرش نمشي كل عام كان نمشي ولكن اليوم ما قدرش ما قدرش نمشي وانا حزينة جدا لأن ما مشيت لأنك نمشي وكنت رحمة لها والأخوتي اللي مادلو تقريبان نوصلها إلى كلها من يتالية الثقوريبان الله يرحمهم جميعا يا رب الله يرحمهم وقرأت القرآن غامل لهم عمل الضار وش يمكن يوصل لهم ذكر الرحمة نعم ذكرت وانا متأثب دفلي ما مشيت وصلت الوليدة رحمة لها لأن أنا كنت متابة بنتها اللي منساتهاش وإلى يوم من هذا منسيش الوليدة لي نعم وكنقول جميع الناس باش يتغلوا في والديهم مذيان يتغلوا فيهم لأن الوالدين أمريكا يموتوا عد كان عرفوا برسهم نعم نعم بالله والشكر لله وكان تلبستي قريبان من جميع المرسينين اللي كيسمعوني اليوم الجمعة ولعواشر باش يتعاملوا معايا باش نحيد هذيك الشلالة وشكرا لكم جميعا وليت وأتصلوا بالأخ جواد قناة الهيلان للمكفوبين شجرة الهيلان للمكفوبين أرنهم أجر عظيم راني الاسم ديالي ورقم ديالي بهاتف موجود في قناة الهيلان للمكفووبين شجرة الهيلان للمكفوبين والتحية ديالي لك والتقم الإداء ديال ميد رابيون والمكفوفين والمكفوبات من المغرب ومن خارج المغرب وقد أfareك لكم العواشر وشكرا لك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي للا حيات الميت في قبره هو ينتظر من الأحياء الصدقة كل يوم كتشرق في الشمس إلا والميت يمد يده يقول يا ربي بغت عائلتي مين سونيش لأن الميت إذا مات انقطع عمله انقطع ولكن بقي له ثلاث نوافد من خلالها ممكن أن يزيد في الأجر والثواب إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا مثالات صدق جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له نحن الأمواد دائما نقول تفكرهم دائما بالصدقات دائما بالدعوات هذا اللي كنفعهم ما نبعث لهم من صدقات أو من دعوات وخد كنت في بيتك وخد كنت في إقليم هما في إقليم آخر وخد كنت في دولة هما في دولة أخرى أنت في قارة هما في قارة أخرى يصل الدعاء يصل في اللحظة والصدقات تصل في التواب ديالها في اللحظة لكن الزيارة ديال الأمواد هي في حقيقة كتنفع الأحياء من اللي يمشي الحي ويزور المقابر هو اللي ينتفع عنده خطوات لله ومن اللي يوصل يشوف العبرة ديال الناس اللي كانوا معاه وصلوا تحت التراب فقلبه يمتلؤ بالإيمان والخوف والخشية من الله تعالى ربنا هو واهب الحياة وممكن أن يسلم من الحياة في أي لحظة إذا سلم الله منك الحياة انطفأت الأضواء صافي سلم كل شيء يعني بأمر بسيط جدا الحق سبحانه وتعالى لسلك يكون معجب بنفسه ويكون متكبير ويقول أنا أنا لو شاء ربك أن يسلم منه نور الحياة انتهى كل شيء فإحنا محدنا أحياء كنشكر الله أنه يمد لنا في العمر لكي نزيد في العمل الصالح ونسأله حسن الخاتمة فأختي حياة الله شفيك الله عفيك والله دويك والله يرحم جميع أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين اللهم أمين يا أرحم الراحمين نتحول إلى الضال البيضاء مع نالا لا إيمان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور جمعة مباركة ووشرة مباركة والله يجبك بخارع النصائش لك تقدم لنا حفظك الله ورعك الله يرحم المسلمين أجمعين يا رب دكتور عندي سؤال الأول ما يخف الدعاء الدعاء مثل السولات السيدة ما معرفش الإجابة ديالها نعم وعلى القرآن وش القرآن تيوصل للأموات نعم فاش تتقرأ تتقرأ شي صورة والش حاجة وتتنويها أنه صدق نعم تصل ووحد الدعاء كان ديرو كان ديرو أنه تنقول الله ورحم والدين ووالدين المسلمين الأجمعين اللهم ورحم والدين ووالدين ووالدين نعم هالدعاء وش هو اللي سمعت ودالي عارفة أنه تيوصل الأجداد الأولين دعمه نعم وش هذا صحيح هذا من جهة من جهة أن يا دكتور بغيت النمر ديالك عندي مشاكل كبيرة ووالدين ووالدين وحقك وكي يحلل وكي يحللل الماء يتصدق بالماء لما كي الحارة والجافة إما ماء الشرب وإما يحفر بئر وإما يوضع وحد القنينة على الماء أمام وحد تجمع ديالناس اللي جهة يشرب واللي يشرب كي يقول الله يرحم الوالدين هذا كله من صدقات أو كيعطين مال مال كيعطين أو لباس في البرد القارس كيتصدق بألبسة بأغطية كي يكون البرد القارس كل مرحلة لها ضروريتها هل عيد أرض حيتصدق بالأكماش بحل في الدخول المدرسي كيتصدق بالكتوب والأقلام والدفاتر والمحفظات وهكذا كل مناسبة لها لها احتياجات الناس كتشوف احتياجات الناس كتعطيهم هذه الصدقات كتوصل للأموات من الانتقاء كتنوي وكتوصل للأموات تامة كاملة اللي ما عندهش المال ما عندهش القدرة كيتصدق بمده بالدعاء والأدعية هي كثيرة ومتعددة كلما كان الدعاء شامل كيكون أقرب إلى الإجابة الله مرحم والدي ووالدي المسلمين وأجدادنا وأجداد أجددنا والمسلمين والمسلمات والمؤمن والمؤمنات من شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك كلما عممت الدعاء كان أفضل كيكون قريب لاستشابة لإشكالك يقول بعض الناس هل نتصدق بالتلاوة القرآن الصدقة بالقرآن الكريم وكان واحد اختلف بالعلماء كل واحد كيف تشفهمها كاللي قال بأن هذا الأمر غير تابت أن الصدقة ستكون إما بالمال وإما بالدعاء بالرحمة والمغفرة اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي ممينة وللمؤمنة والمؤمنة كل قال فقط هذا هو الذي يوصل للأموات الصدقة والدعاء وكل العلماء الذين وسعوا الوعاء قالك بأن رحمة الله وسع حتى الآمان الصالحة ممكن لنقم بها تصل إلى الأموات لمنع قالوا بالآية القرآنية لا تزير وزيرة وزر أخرى وقفهم إنه مسؤول لأن كل واحد مسؤول عن نفسه لكن لوسعوا وعاقلك لا ربي عز وجل لا أي عمد ارتصالح يصلوا إلى الأموات تلوة القرآن العظيم أو صلاة النفل أو الحج أو العمراء فمثلا في الحج الصحابية الخثعمية التي قالت يا رسول الله إن أمي قد ماتت ولم تحج أفأحج عنها لم يقل لها نعم أم لا أعطها قياس قال لها أرأيتي لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال فدين الله أو لا أن العلماء الحنفية التي يعتمد للقياس قالوا بأن سيدنا النبي صلى الله وسلم لم يجب المرأة بنعم أم لا ولكن علمها منهج وهو القياس يعني أن أي عمل صالح فيه منفع عن الناس أحياء أو أموات كل جائز علماء قالوا بأن تلاوة القرآن الكريم إذا تلوناها وبعتنا توابها للأموات مقبولة بإنشاء الله صحيح بإذن الله لأن نحن صحيح ليس مقبولة القبول هو عند الله أمر إلهي هو الذي إنشاء قبيل وإنشاء ولكن صحة كان يحكم بالفقهة قالوا أمر صحيح نتصدق بتلاوة القرآن الكريم نتصدق بنوافل نتصدق بأذكار وتسبيحات نتصدق بصيام أي عمل صالح كنقوم به يصل بإذن الله إلى أموتنا وربك سبحانه وتعالى واسع الرحمة والمغفرة وهذا أمر خلافي بين الفقهاء بين الموسع والمضيق والأولى هو التوسعة الأولى هو التوسعة لأن رحمة الله واسعة والنبي الكريم صلى الله وسلم منهجه إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن حرما أسأل الله تعالى أن يرحم جميع المؤمنين والمؤمنات ولا لا إيمان الله يفرج عليك الأمور الله يفرج عليك الأمور شوف بنتي هذا المشكل الكبير لي عندك رأى في الحائقة حائقة أمره رأى قد يصير صغير جدا ليغنصها كبير هو دائما إقرأي دعاء دنون دعاء دنون سيدنا يونس قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا به مكروم إلا فرج الله عنه ما هو دعاء دنون يونس أوله تهليل أوسطه تسبيح آخره إقرار بالدم أن نقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلى قل العبد ثلاث مرات صادقا خالصا فرج الله عنه أمه لأن سيدنا يونس ارتكب جرما وهو نبي ربنا عز وجل لما أمره بأن يدعو قومه ولما كانوا يسهرون منه وامتنعوا غضبا فهاجر عنهم غاب عنهم ومشف سفينة وغارقة حتى التقمه الحوت وكان في الظلمات التلات ظلمة بطن الحوت وظلمة جوف البحر وظلمة الليل يعني أنه النجاة مستحيلة لكن مع الله ما فيه مستحيل مع الله تعالى الممكن ممكن لأن ربنا عز وجل لا يستحيل عليه أشياء يرزق بالأسباب ويرزق ضد الأسباب ويرزق معنا في الأسباب سيدنا يونس أنهمه الله ذا الدكر فلما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا عفى عنه وفرج همه ونفس كربه وأخرجه من بطن الحوت وكتب له عمرا جديدا وعاد إلى قومه مئة ألف أو يزيدون وغفر الله تعالى ما متم فلي عنده شيء شديد في قلبه مهما كان عنده مشاكل عائلية عنده عنده مشاكل مالية عنده مشاكل صحية عنده أمراض نفسية يكون لي كان ما لا شيء كل شيء لا يسوي شيء أمام قدرة الله قول هذا الدعاء وسترى الفرج تشرق الشمس يوم جديد وتبدأ صفحة جديدة وكأنك لم تكن أبدا عندك لا أزمة ولا مرض ولا حاجة ربك اسمه الكريم وربك اسمه الرهوف وربنا اسمك الواسع وربك اسمه الرحمن وربك اسمه الجواد دي من الأسماء الطيبة أسماء الحسنة نقولها ونرددها فيتجلى عليك ربك بهذه الصفات وترى الحياة وترى الحياة سهلة وجميلة وممتعة وطويلة وعريضة ونافعة وتشوف رسك بأنك دخلت إلى جنة الدنيا لأن في الحديث في الآياء قلق ومن دونهما جنتان جنتين قالوا هناك جنة في السماء تزينت وتعطرت وتستعد لاستقبال زوارها وهناك جنة أخرى فوق الأرض وضعها الله فوق الأرض يندخل لها فين كتوجدت الجنة فوق الأرض فين كنا في باريس في نيويورك كتوجد في قلوب المؤمنين جنة عارضة طويلة في قلوب المؤمنين في قلبك هناك جنة ادخل إليها سترى بأن الحياة بسيطة وطيبة أسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم أجمعين نتحول إلى إقليم والماس معناها السمسطفا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا أهلا بك مولي جزاك الله الفخير وكانت من الناس على الله يدي داعت متغادير يدي القدم يربي اللهم أمين مولي أنا عندي واحد سوى اللول وواحد دويلة سمحتي مسبع أنا في المثل كيف وثني كان معضلات كنسها وكيف وثني العصر الساعة عاد كان نصري وسهلا سوى اللهم أمين وخاء بإذن الله وعندي واحد دويلة سمحتي لواحد دري كام هو كام باستماع نتسميته حتى هو مصطفى وتبارك الله دري 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 وسوك يصلي وك عزق الله وك يتمنى سعلا من الدير الجوز وسعلا من عندكم يا ربي من اللي دعا يا رحم يا رحم بإذن الله تعالى إن شاء الله مولاي بارك الله فيك وزعما أيام زعما كتمنى جوز به وكانت من نصر الله تخذ من مرتي لك أن نصر مرحبا بها تحية سعادة سعيدة جوز بدل وزايدة إن شاء الله بإذن الله وشكرا 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 جزا جزا الفخير جزا فسي وصفى وجوابا على الكلام اللي قلتي هو أن ربنا عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا كل صلاة لابد أن نحافظ لها على وقتها لكن الله تعالى الرحمن الرحيم بعباده عارف الأعضار دي الناس ودال لنا الوقت الموسع والوقت المضيق والوقت المشترك عدنا في الصلاوات عدنا الظهر والعصر كتسموا الظهرين أو العصرين وقت مشترك وعدنا الوقت المشترك دي المغرب أو العشاء كتسموا المغربين أو العشاءين وقت مشترك وكل صلاة تبتدئ فضلها عند الآذان ثم تستمر إلى آذان الصلاة المولية كيبقى الوقت للصلاة إلى حلول الصلاة المولية قبلها بركع كتسمها داخل الوقت فالإنسان لو الدل للعصر العصر خصوصا في الآية القرآنية ربنا عز وجل قل حافظ عن الصلاوات والصلاة الوسطى قيل في تفسير بمن تفسير أن الصلاة الوسطى هي الصلاة العصر نحافظ عليها لأن فيها ملائكة تتحاقب مع الفجر والعصري فيسألهم ربه كيف تركتهم عبادك وجدناهم يصلون وتركناهم يصلون فيكتب العبد أنه يصلي طيلة الأربع وعشرين ساعة العصر إلى الدن ننصلي لكن إلا تأخرت أو ربما كنت مشغول ودى ذلك ساعة رقب باقي ما زال في الوقت ما زال في الوقت لأن الوقت هو موسع كي يستمر وحد ساعتين ونصف تقريبا إلى حدود صلاة المغرب قبل ذلك بركع فهذا أمر أدركت الصلاة في وقتها لك الأجر والتواب أخي مصطفى بالنسبة للبحث عن العروسة هو قضية الزواج هو خكبا بحت وتنقيب هو في الأصل هو قضاء وقدر وقسمة ونصيب الناس كي يظلون بأن الزواج هو تقلب على الفتاة وتدير الأسباب وتسول هنا وتمشي هنا هذه الأسباب رب يبغيش غلنا وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق وجعل لكل زوجين زوجة في السماء زوجين في السماء ومكتوب في الجبين الإنسان في الحديث فلان لفلان وفلان لفلان كلك يتأخر عنه الزواج هنا كنستعن بالله بالدعاء ومن من الأدعية اللي كنقولها بشرب يسخر لنا الدعاء المأتور أقول اللهم يا واحد يا أحد يا فرض يا صمد يا من لا صاحبة له ولا ولد أرزقني زوجة وولد كتقول هذا الدعاء كتستعن بالله بإشارة توحيد والإخلاص لحق سبحانه يا واحد يا أحد يا فرض يا صمد يا من لا صاحبة له ولا ولد أرزقني زوجة وولد ولكتمر تقول أرزقني زوجة وولد يعني كتجي وكتكون بحل الأرض الخصبة كتطي الأولاد والأولاد كيجوا بالرزق ديالهم كذلك المرأة منك تقول أرزقني زوجا وولد كيعطي الله تعالى زوج ودود وولود لأن خير الصفات في الأزواج والزوجات قال لك تزوج الولود الودود في المرأة والرجل الصفة الحسنة في المرأة وفي الرجل أول حاجة الودود لأن في المحبة بالتعبير المعاصر في الرومانسية كتلقى رومانسي كيثق في الصباح الباكير بابتسامة جميلة عريضة صباح الورد والفل واليسمين كل كلمة كيقول أحلو وجميلة والنهار كله جميل والعطة الصيفية جميلة نيت أسبوع جميلة داي منه وسعيد هذا الودود ما كيبقاش يقلب لك على الأخطاء الزلات علاش هادي مال هادي كيف هادي داي منه عنده عين مغمضة وعين سدودة يعني يقول لكل شي زين كل شي داي باس داي وودود والصفة الثانية الولود الولود يعني إشارة إلى أن سليم في المعاشرة الزوجية كيكون سليم وكيكون طبيعي وكيكون قوي وكيكون في الإقبال وكيوقع الحمل وكيوقع الإنجاب والإنجاب كيجي معها الأولاد لأنه تزوجوا أو في الحديث تكاتروا تناسلوا فإني مباهن أو مفاخر بكم الأمم يوم القيمة فهذه من الصفات اللي بغاها يعني بعد الناس كيقل في الانترنت كيقل في قيسول للحباب لبالي شعروصا لبالي كذا أسهل طريقة ما تسول دير ها الدعاء وربي غياتيك بالرزق إلى عندك يجيب بين يديك ذك رزق اللي بغيته غا هو يقلب عليك هو غي يجيب بين يديك وربي غي سهل لك اللقاء غا تقول ها الدعاء اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لا صاحبة له ولا ولد أرزقني زوجة وولد ولك اتمرأ أرزقني زوجة وولد ومن تلقى ذلك العنصر لقلبك تحله قبل ما تقول لي نعم أم لا ينبغي أن تختلي بنفسك مع الله دائما الإنسان يختلي بنفسه مع ربه لأن ما خاب من استخار وما ندم من استشار طبعا كان يستشر مع الناس لهم عندهم المعرفة وعندهم الخبرة ولكن نستخير من المولى لأن الناس بعضية بشر ضعفة لكن الله تعالى علام الغيوب فالإنسان قبل ما يقول نعم أم لا كي يختلي بنفسه مع ربه وكي يصلي الاستخار وكي يقول الدعاء المأتور اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن فلان أو فلانا يعني أنه فيه خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فقدره لي وبارك لي فيه وإن كنت تعلم أن زواجي بفلان أو بفلانا شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرف عني وقدر لي الخير حيث ما كان ثم رضني به الله تعالى هو علام الغيوب إلك كانت تزواج فيه الخير الله يقول لك يا الله بسم الله سير الله يعونك وكتلقى الخير كله أمامك وإلك كانت تزواج فيه الشر وفيه المشاكل وفيه المتاعب الله تعالى من له ولكع فيك يقول لك لا أنت استخرتني أنا من نضيعك أنا هذا ما يصلح لك أو هذه ما تصلح لك سوف أعودك خيرا من ذلك طبعا الإنسان اللي غني تزوجها مش هل يلقى الحياة الجنة الحياة الدنيا كلها متاعب هكذا صممها الله الدنيا صممها الله تعالى فيها المتاعب وفيها العقبات وفيها الابتلاءات والإنسان يوم لك ويوم عليك مش تبقى دائما مرتبط بالله رأى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زلالي جبريل قال يا ربك يخيرك يا محمد أن يجعل لك جبال مكة واتهامة كلها ذهم وفضة تنفق كيف تشاء ما قولك يا محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بلغ ربي يا جبريل أني أريد أن أشبع يوما فأشكر وأجوع يوما فأصبر هذه الحياة الدنيا للصالحين يوما أشبع فأشكر ويوما أجوع فأصبر هذا في الطعام وفي الحياة الزوجية والحياة العائلية أرى مرة تكون سعيد وفرحان تشكر المولا ومرة أخرى تطعي نهارك للضق وكتصبر وكتحتسب فتكون من الصابرين وتكونين من الصابرات وربنا قال إنما يوفى الصابرنا أجرهم بغير حساب حتى تنقضي الحياة الدنيا قصيرة ثم بعد ذلك ننتقل مباشرة من عالم الملك إلى عالم الملكوت إلى الحياة الأبدية إلى الحياة النعيم إلى الخير الأبدي وهنا الإنسان غد يشعر بالحسرة عندنا صورة تغاب معنى أن الإنسان يوم القيام ما كيشعر بالغبيدة هذا الحسرة ما هي يقول ليتني كنت أعلم ما أعده الله من نعيم خالد في الدار الأخيرة لكنت من العابدين ولكنت من المجتهدين في العمل الصالح ولكنت من الصابرين عند الإبتلاء نحن نبدأ فيها أيها الأحباب الكرام نحن نبدأ فيها الآن ما زال في الدنيا نجتهد في العمل الصالح نشكر ربنا على الخيرات نصبر على الإبتلاءات وغد كنت هو الناجح وأنت هو الفالح أسأل الله تعالى أن يحبب إلينا وإليكم جميعا الإيمان اللهم حبب لنا ولكم جميعا الإيمان اللهم زينه في قلوبنا اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من عبادك الراشدين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح آخرتنا التي إليها معادنا اللهم يا رب أسعد بين الأزواج والزوجات واجعل بينهم مودة ورحمة اللهم يا رب واصلح الشباب والشابات اللهم وأزل عنهم الموانع والعكوسات وارزقهم القبول والتيسير اللهم اقضي الدين عن المدينين وفرج الهم عن المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين اللهم اغننا وعبادك المؤمنين اللهم يا رحمن يا رحيم أنبت الأولاد والبنات نباتا حسنة واجعلهم صالحين طيبين مباركين واصرف عنهم أهل السوء بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين وارحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين وأسكنهم فسيح الجنات واجعلهم يا ربي هذا اليوم ضيوفا مقرمين وأدخلهم الجنة بلا حساب ولا عقاب واجعلهم مع الأنبياء والمرسلين والأولياء المقربين في جنات النعيم واحفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين وانصر سلطاننا وهدئ أوطاننا ورخص أسعارنا وبارك لنا فيما أعطيتنا واختم لنا بالحسن بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة